موضوعنا النهاردة عن ازاي اعمل تحسين لجودة الريلز على الانستجرام تابع معاي السلام عليكم اهلا بكم في قناتي قناة ياسمين عشور النهاردة كده هقولك ازاي نعمل تحسين لجودة الريلز على الانستجرام سواء بنتفرج على الريلز عاوزين الجودة تبقى احسن حاجة وسواء او بننزل الريلز على الانستجرام تعال اقولك تعمل ايه ياريت تعملي لايك الفيديو اشترك في القناة ولو عندك اي سؤال او استفسار اكتبلي في التعليقات وانا هرد عليك ما تنسيش تصلى انا بيش كومنتات عليها افضل الصلاة والسلام وتكتبلي متابعني من اي بلد ويلا بينه طبعا بستخدم النسخة اللي معايا دي لو انت عاوز النسخة دي اكتبلي في التعليقات وطبعا فيها مميزات كتيرة جدا وهنتكلم عليها الفترة اللي جاية هنفتح مع بعض كده الانستجرام النسخة اللي انا هعطيها لك لو انت عاوزها بتزهر قدامك بالشكل ده ومن هنا ببدأ ان انا اروح على علامة الترس بضغط عليها علامة الاعدادات وبختارها من هنا بتظهر لك الشكل دي كده كل علي بنزل وبضغط على حاجة اسمها التعزيز وبختارها طبعا من هنا زي ما انت شايفين عندك تحسين جودة الريلز وين انا ببدأ ان انا افعل الاختيار ده طبعا هنا سواء انت بتتفرج على الريلز على انستجرام او بتنزل الريلز على الانستجرام بتلاقي ان الجودة تحسنت كتير وفرقت كتير معاك بمجرد ما بتفعل الاختيار ده وبس كده ياليت لايك الفيديو واشتراك في القناة وطبع زي ما قلت لك لو عايز النسخة اللي معايا اكتب لي في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته